المصادر بتتكلم على أسماء مرشحة بقوة للمناصب الوزرية منها وزارة المالية وزارة المالية مرشح لها سيد أحمد أشرف علي كوجوك طيب من هو السيد أحمد أشرف علي كوجوك؟ احنا بتتكلم على رجل تخرج من كليات الاقتصاد أو من قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد كده حصل على ماجستير الاقتصاد من جامعة يورك ثم ماجستير الإدارة العامة من جامعة هارفرد طيب وتولى طبعا مجموعة من المناصب خلال مشواره خلال السنين الماضية أبرز الوظائف اللي تولاها المرشح أحمد أشرف علي كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي مسؤول التنسيق بالنيابة عن الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي وأظم دي كانت مفاوضات صعبة جدا مهمة جدا وكللت بنجاح مسؤول التنسيق بالنيابة عن الحكومة المصرية مع مؤسسات التصنيف الاقتماني مؤسسات اللي بتطلع التصنيفات زي ما انتوا عارفين بقى فيها ستاندرد أمبورز إلى أخير ويعا طيب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران طبعا شركتنا الوطنية عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري وكان اقتصاديا أول في البنك الدولي بالقاهرة أيضا عضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب فإحنا هنا بنتكلم على سيرة ذاتية محترمة حافلة ممتلئة بالمناصب الهمة والرجل الحقيقة في كل من هذه المناصب يعني كان مكللا بكل نجاح ربنا يوفق هنكمل بقية المرشحين وطبعا هنتكلم على وزارة الأوقاف الدكتور أسامة السيد محمود الأزهاري يمكن حضراتكم طبعا عارفين دكتور أسامة الأزهاري غني عن التعريف موليد 1976 أما عن مؤهلاته العلمية إن أردت أن تعلم فهو بداية حصل على لصانس أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر ثم درجة العالمية وهي الدكتوراه من جامعة الأزهر أيضا حصل دكتور أسامة الأزهاري على درجة الدكتوراه في القانون العام من الجامعة العالمية بالأردن شغل عديد الحقيقة من الوظائف منها أستاذ مساعد بجامعة الأزهر ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب دكتور أسامة الأزهاري أيضا تولى عدد من المناصب داخل وزارة الأوقاف لي العديد من الإنجازات طبعا هنا عن يعني الدراسات والكتب والأوراق العلمية الهمة إلا أنه أيضا أشرف على برنامج رفيع لتدريب الدعاء في الأكاديمية الوطنية للتدريب له إنجاز دار القرآن الكريم في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة العديد من الندوات والمؤتمرات والمجالات العلمية في مصر ودول العالم وزي ما كنت بقولك ويعني دكتور أسامة له العديد من الإسهامات في مسألة التطوير والتجديد في الخطاب الديني عمتا يمكن أنا تشرفت الحقيقة بمقابلة دكتور أسامة الأزهاري ويمكن تزاملنا في بعض الأمور بدءا من سنة 2013-14 أواخر 13 وأول 14 مرورا حتى بالعديد من جلسات الحوار الوطني بنتكلم على رجل مستنير إلى أبعد الحدود وكمان بتتكلم على رجل لديه من العلم ولا باقة أكثرها بصراحة حاجة يعني تشرف طبعا أيضا غنية عن التعريف سيدة مايا عبد المنعم مرسي سيدة مايا مرسي طبعا برضو غنية عن التعريف كل حضراتكم تعرفوها وهي مرشحة لطولي منصب وزير التضامن الاجتماعي دكتور مايا مرسي الحقيقة من مولي سنة 73 حاصلة على بكالريوس العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية ثم ماجستير الإدارة العامة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية حصلت أيضا على درجة الدكتوراه في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية فيه بقى العديد من المناصب والوظائف كانت مديرة للمكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر وده خلال الفترة من سنة 2000 وحتى سنة 2013 ونصقت لمشاريع أو كانت هي المنصقة الرئيسية لمشاريع صندوق الأمم المتحدة للمرأة في مصر خلال سنة 99 وسنة 2000 أيضا كانت رئيسا لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في مصر خلال الفترة ما بين سنة 99 وسنة 2000 أيضا اشتغلت كرئيس لفريق العمل الإقليمي للدول العربية وهو التابع لبرنامج الأمم المتحدة سنة 2013 درست أيضا أو درست أنا آسف في قسم الإدارة العامة والاتصال في البرنامج الجامع والمشترك ما بين جامعة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة طبعا لجامعة الدول العربية وده كان خلال سنة 97 وسنة 1998 دكتور مايا مرسي تولت الحقيقة مجموعة من الملفات خلال توليها منصب أو رئاستها للمجلس القومي للمرأة يمكن كم من أبرزها الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مصر 2030 اعتمدها كوثيقة وطنية لتوجيه الأجهزة التنفيذية بالدولة في جهود تمكين المرأة العديد من المؤلفات والدراسات وأنا بقول لك هي دراسات الحقيقة شديدة الأهمية في مختلف القضايا المتعلقة بالنهوض المرأة في مصر والمنطقة العربية دكتور مايا الحقيقة في رئاستها المجلس القومي للمرأة الحقيقة كل الملفات اللي قدرتها دكتور مايا وهذا الكلام يمكن أنا تحدثت فيه وغيري من الزملاء تحدث فيه بل أقدر أقول لك أنه العالم أيضا تحدث حول نجاحها الحقيقي في إدارة هذا الملف خلال فترة رئاستها وزي ما حدكم عارفين هي المرشحة لمنصب وزير التضامن الاجتماعي فنحن نتحدث عن سيدة فائقة النجاح وبإذن الله ربنا يعني إذا استكمل المشوار ويعني قامت بأداء اليمين أمام فخمة الرئيس بإذن الله تكلل أيضا بمنتهى النجاح لكافة جهدها وفي ملفتها القادمة بإذن الله شكرا